براحب بحضراتكم مرة تانية زي ما كنا منتكلم معاكم قبل الفاصل عن دراما رمضان المسلسلات الحقيقة اللي احنا يمكن متابعينها خلال شهر رمضان لغاية دلوقتي حوالي تسع حلقات من المسلسلات شفنا حاجات كتير قوي وشفنا يمكن أداء مختلف للنجوم كتير جدا يمكن ذي من أهم العوامل أو من أهم الحاجات اللي لفتت نظر الجمهور في دراما رمضان عشرين تلاتة وعشرين هي ظهور نجوم متعودين عليهم في رمضان لكن بأدوار جديدة شايفين اختلاف تام يمكن في البعض منهم حتى ندوك فني قوي جدا ده غير بقى حارة التنوع كمان اللي احنا بنتبعها الحقيقة خلال المسلسلات اللي بتعرضها المتحدة السنة دي لأول مرة على سبيل المثال بتشوف نيلي كريم في دراما صعيدية أمير كرارة بيقدم مسلسل سوء الكانتو اللي بيدور فيه فترة العشرينيات هالا صدقي اللي عمل دور يعني فعلا حلوة جدا دور شعبي طبعا في مسلسل جعفر العمدة النجمة يسرة لراحة الكوميديا كمان ياسر جلال رجع للدراما الاجتماعية العائلية يعني مسلسلات كتير جدا جدا محتاجين نتكلم عليها ونتكلم كمان على نجوم مسلسلات السنة دي معانا ضفتنا النقضة الفنية دعاء حلمي نورونا كل سنة وانت طيبة وانت بخير وجمهور كله بخير يا رب امكان انا وانت وحن نتكلم قبل هوايا دعائكم لكلم ان فيه مسلسلات كتير جدا وفيه حاجات كتير جدا فعلا حلوة لحد دلوقتي شايفة ايه افضل المسلسلات الموجودة الحقيقة ان هم كتير زي ما حابت قولي وفكرة الاهتمامات المختلفة لازم حد من الجمهور هيبقى حابب تيما معينة وحد تاني من الاسرة مثلا حابب شكل معين فاحنا الميزة ان احنا المراد بجد السنة دي ارضينا جميع الازواء في عندنا الكوميدي فاللي عايز يتابع فيه عندنا 3 مسلسلات كوميدي جايدين جدا يسرى الكبير الصفارة فالاهتمام ده موجود التاريخي والديني عندنا الساسبنس او الاكشن والعسكري بالكتيبة 1101 ولسه عندنا حرب نازل اخر 10 ايام في رمضان فيه عندنا الدراما الاجتماعي فيه عندنا الدراما الصعادية نازلين باربع مسلسلات فانت الفكرة انه مفيش حد مش هيلقي الحاجة اللي هو بيستهويها لكن لو علي انا انا بحب شوية الحاجات اللي هي طبع تقيل شوية ان انا بقدر افكر فيها باكتر من بعد فانا عاجبني عملة ندرة لانه جديد على نيلي كريم جديد على العادل جروب بقى انه كتير مرحناش منطقة الصعيدي بالذات فعاجبني عملة ندرة عاجبني سر زهور احمد عيد كمان بالزبط لا المسلسل مليان بصراحة نقط قوية يعني عاجبني اكيد سروا البيت عشان فكرة ان انت بتتكلمي في اكتر من موضوع صحيح لا الحقيقة ان السنة دي فعلا فيه سوق الكنتو كمان هاي الامير كرارة ومية عز الدين لا التركيبة كلها السنة دي اكيد لازم هتبقى مرضية لجميع الفئات دي حقيقة طب لو روحنا بقى الجعفر العمدة برضو كنا بتكلم ارويتي قبل الهوا تكلمنا على الحالة النسائية اللي في المسلسل صحيح طبعا محمد ربطان اصلا نجم كبير يعني مش هنتكلم لو تكلمنا عليه هنحتاج يعني نتكلم فترة واعمل ونك نكحة كلها ماشاء الله بس الحالة النسائية اللي موجودة في المسلسل ده عظيمة نجم هالة صدقي دور صفصف حلو جدا يمكن كمان شفنا ايمان العاصي مي كساب حالة حلو جدا انت شايفة مسلسل جعفر العمدة مختلف ازاي عن مسلسلات محمد رمضان يمكن كنا شفنا مسلسل مثلا برينس فيه ناس ممكن ما تبقاش لسه تفرجت على مسلسل جعفر العمدة لسه ما ابتدتش اتبعوا ويقول لك ما هو شبع المسلسلات اللي فات شايفة ايه المختلفين المختلفين ندى مساحات كبيرة للناس اللي حواليه البرينس نوعا ما كان بيدور حواليه يعني ما كانش فيه حد تاني تقريبا ملفت قوي غير كلهم مرضات لي او نوعا ايه زودوا القهر عليه زودوا الضغط النفسي وعليه عشان البطل بتاعنا التراجيدي يكمل يعني لكن هنا لا مدي مساحات تحس انها ايمي اكتر على الارتجال شوية فالستات بيعملوا اللي هم عايزينه هو مش عارف يصد ولا يرد معهم لان بيبقى الكادر الواحد فيه مثلا اربع ستات او خمسة امه كمان فبيبقى خمس ستات وهو فبحس ان هو بيتو معاهم يعني يعني بيعايز يجريهم وكلهم بالذات فيهم السنس الكميدي ده حتى زينة دخلت معهم في التراك الكميدي لكن هلا صدقي بالنسبة لي يا عمود الخيمة ما اعتقدش ان فيه ام تانية كتا تعرف او موسلة تانية تانية تعمل دور الام ولو اني انا مكنتش حبة قوي فكرة انها تبقى والدة فهيم اللي هو اخوه اللي هو الكبير في السن حسنا ان هو يليق جزها ليه ليه مطلعينه تسافك الدور ده حلو قوي كمان الدور حلو بس كان نفسي بقى سنة صغير لكن كسر اليحق كل شوية انا مش حاسة انها امه فهلا صدقي لا هي عمود المسلسل ده وده انا شايف ان هي اخيرا هي السنة اللي بفاتت سايح شفناها في اكتر من حاجة على شغل المنصات كتا عاملة دور مثلا مامة امينة خليل في مسلسل فهنا لا بتاخد مسحاتها اكبر وانا شايف انها لا صدقي تقدر تشين مسلسل بتاعها تماما صحيح فالفرصة دي بقى هي فكرة بقى ان ميزة رمضان انه بتقلب التربة ان كل مرة بيبقى موسم اكتشاف ناس جديدة ودم جديد للدراما بتاعتنا لان احنا العنصر التمثيل عندنا ده لا غبار عليه عندنا مميزات وطاقات تمثيلية هيلة هو وقسم الاخراج يعني الحقيقة ان الاتنين دول متميزين جدا يمكن باقي الفروع بنطلع وننزل على حسب العمل لكن دول مضمونين بسهولة عندنا كمان بقت حلوة قوي ده هي ما هي كده طيب خاني برضو سألك عن المسلسلات الكوميدية احنا يعني في حتة كده بتكون تشالنجينج او فيها تحدي بالنسبة للمسلسلات الكوميدية احنا ماينفعش حد دحكنا بسهولة صعب جدا وناقضين لدعين يعني للكوميديا شايف الحالة الكوميدية الموجودة دلوقتي تقييمك لها ايه حلوة قوي في حالة الاهتمام بالسكريبت وانا شايفة انه الوحيد اللي بينطبق عليها زي الحالة احمد امين احمد امين من عشان هو كتب كويس وعشان هو جاي من السوشال ميديا وعشان هو بيعرف مالتي تالنت بيعرف يعمل حاجات كتير ونفس الحكاية احمد ماكي لو تلاحظي الفنانين المتعددين المواهب دايما بيجيدوا الكوميديا لانه بيبقى لعب موسيقى وبيغني وبيعرف يلقط كويس التون ويغني معاه فبالتالي انا شايفة ان احنا مكسبنا السنة دي ان الاثنين عندنا موجودين في دراما رمضان احمد امين انا من المتحيزين ليه بشكل قاتل ويا شديد جدا لانه ممثل كمان تراجيديان وشوفناها السنة اللي فاتت في جزيرة الرمام فانا من عشقي احمد امين وفنه المسترسل دوت فده اللي حصل السنة دي الحمد لله في الصفارة اللي احنا اول مرة بنشوفه بطولة كوميدية في دراما رمضان مسيطر الناس بدأت تحب المسلسل فانا من المتحمسين ليه جدا وعارفة تحسي ان هو كوميديا هادية يعني ما تحسيش ب يعني تحسي الرتم كده مايشي هادئ وبتتحكي والمسلسل لطيف وفعلا يعني فيه كمان الممثلين اللي بيشاركوا معا في المسلسل كمان كويسين جدا الكاستن كمان هايل شوف انا حاسة ان انا عشان متفرجة ومذاكرة للحكاية بس شطرة صح طبعا وحاسة ايه اللي خاطف قلبك اصل الجمهور دايما دايما انا مش مع ما قلت فكرة ايه ان الجمهور غلطان او الجمهور عايز ايه او لا الجمهور لو شاور على حاجة بيبقى عنده حق انت اللي لازم كناقد تسمع الناس دي سقفت ليه لانه مش طبيعي ان عدد كبير من الجمهور يا زي اغني المهرجانات ناس كتير يقولوا لا ازاي يسمعوا مهرجانات لا هو طالما شاور على حاجة يبقى في حاجة لمسته اذا هيرى في عبر عنها فبقيت الحكاية وان تو وان بينه بين المغني او المطرق تحقيق طيب نروح لمسلسل الامام الشافعي وجبة دسمة عظيمة كنا محتاجينها والهاية اللي في الموضوع ان انا استعانت بمخرج دايه لا يتحجه او مخرج سوري قوي وده الميزة انه مش معقولة انا عشان مزيد من الشفونية لا انا عناصري تبقى كلها مصرية احنا في الوطن العربي هتلاقي مثلا دول الخليج متميزة بحاجة سوريا ودول الشام عموما بتلاقيهم متميزين او في اللغة العربية وجيدين على مستوى الاخراج وعلى مستوى الحقبة التاريخية تحديدا فميزة ان احنا نستعين بقى بالعناصر دي زي ما هم كمان بيستعينوا بنا لان احنا اقوية زي ما قلنا في عناصر معينة ده بيعلي من قمة العمل وده اللي حصل في رسالة الامام ان انا عندي مخرجين جيدين جدا في اللاين التاريخي فانا استعنت بلاي تحجه عشان يكمل الصورة مع تمثيل رائع طبعا لخالد النبوي طبعا هو شخص متميز باحساس وبسنس ومميز في المنطقة دي شوفنا نفسه ممالك النار زمان ودلوقتي فرحانين بيه في الدرة كان ليه مسلسل كمان قديم يعني انا مش متتذكرة اسمه برضو كان مسلسل تاريخي قديم احنا يمكن ابتعدنا عن المنطقة دي لكن مصر كان ليها بالمناسبة مسلسلات تاريخية قوية جدا يعني تذكر منها مثلا عمر بن عبد العزيز طبعا الفنان الكبير نور الشريف اللغة العربية قوية جدا وسليمة جدا اخراج كان هاي لوقتها لوقتها واتعادنا عن يمكن الخط الدرامي ده لفترة وفي نفس الوقت يمكن الدراما السورية قدرت انها تتصدر فيه بشكل كبير فدلوقتي بعتليها الخبرة الاكبر زي ما كنت بتتكلمه فلاق الحقيقة المسلسل ده محتاج كلنا نتفرج عليه وبرواقه وحتى بعد رمضان كمان يتم مقاعدته تاني لانه محتاج تركيز شديد صحيح دي حقيقة طيب لو هنتكلم عن فيه كده احيانا المسلسلات بتبقى جايدة جدا ولكن بتطوح في النص تبقى عايزة عين خبيرة تبقى بتتفرج وهي بتعدي كده تبقى عارفة ان المسلسل ده حلو بس يمكن لسه هيسخن شوية يمكن المسلسل ده حلو بس تايا في النص حسن فيه لحد دلوقتي مسلسل مش واخد حقه لا اشايف ان فيه ردود افعال المسلسلات كلها مفيش حاجة لغاية دلوقتي مش متشافة بشكل كبير لا الناس بتتكلم على كله سواء بالسلبة او بالاجاب او ان هم يعملوا زوم على كل شط ده متاخد منين وده متاخد اصله ايه فالحقيقة لا ما حد تركيز الناس مركزة بشكل كبير جدا لكن انا شايفة ان سر البيتا والكتيبة مية واحد وعملة ندرة وسوق الكانتو محتاجين المسلسلات دي تتشاف بقى بروائل المبزول فيها مجهود ضخم جدا على مستوى المجميع على مستوى الاتسلسورات لانها كلها حقب زمانية فمحتاجة لقى تصليل دوق اكتر معادة طبعا الكتيبة عشان فكرة كمل معايرك وكمل احداث اللي بتحصل فبرده محتاج تصليل دوق اكتر وتركيز اكتر طيب شايفة مين الفنان اللي تقداري تقولي عليه حصل له حالة نضج فني من السنة اللي فاتت للسنة دي كتير تحسين هما لما قعدوا كده ترستقت الحكاية والموهبة وظهرت بشكل كبير عندك علاء مرسي في الكبير والناس فرحت به جدا زي ما قلنا هلا صدق عندنا احمد عيد في عملة ندرة عندنا محمد فهيم اللي كان من اخر حاجة عملها سيد قطب والدور اللي هو زي ما تقولي اتقفل وراء لها انه تحبس فيه دايما اللي بيعمل سيرة زيتية بتحبس جواه صحيح فالحمد لله ان هو ايه تم فك لهذا الاسر يعني وان هو انطلق في دور مختلف فلا الحقيقة هو ده ميزة ان انت بنبقى طول السنة بنبقى الوف سيزون بياخدوا ممثلين كتير المنصات بقت تاخد ممثلين مننا كتير فاحنا لا احنا لا ننضب فبالتالي كل شوية بيحصل تقليب فدي الميزة ان انت بقى عندك ناس جديدة ده زي ما يكون ايه عارفة لكل حاجة اضرارها وكل حاجة مميزاتها من مميزات الفكرة انتقال النجوم لمنصات مختلفة والدول العربية مختلفة ان انت بقى عندك فرصة ان انت لان طبعا نرتفع اجورهم فدي بتبقى يعني هاي باجت وضغط كبير على المنتج فالميزة ان نفضوا اماكن لصف تاني يصعد وصف تاني يصعد فبقنا نشوف حتى على مستوى النجومية او تصدر المشاهد بتلاقي ناس تانية زي رحمة احمد السنة الفاتد وكان غيرها كتير وهكذا لو اعتقد انه فكرة كمان انه الممثلين يبقوا حتى لو بيبقى شغلوهم من خلال المنصات اعتقد ده في حد ذاته تدريب للموهبة يعني اللي بيتقلوا يمكن السكيل بتاعتهم اكتر او موهبتهم اكتر كمان ده حقيقي بس الفكرة ان انا كمنتج ماجي اطلب ممثل يقول لي لأ ده انا مرتبط بثلاث مسلسلات برا وانا اجري بقى الضعف اربع مرات طب خلاص خليك انت كنجم روح هناك وانا هطلع حد تاني فده بتشوفيه طول الوقت طبعا لا كل حاجة ليها مزاياها وليها عيوبها لكن حتى يمكن ده برضو بيثقل شوية بيثقل طبعا الشاشة وبيثقل كمان موهبة النجم يعني في نجوم كنا بنتباههم حتى زمان في البداية ممكن يكونوا وجه لطيف في بوادر موهبة بس بعد شوية بعد اعمال كتير عارفة زي مين زي يسرى اللوزي يسرى اللوزي كدمن البنوتة الكيوت الرقيقة صوتها يضوبك نعمة خالص لا مثلا السنادي في جميلة شايفانها شاريسة شريرة في ندوك كده وفي فبنات كتير تظلموا في الستيريو تايب دوت منهم من اللي كريم نفسها او مظاهرة برضو كان البنت الكيوت قرهام عبدالغفور حنام طاوة احنا دلوقتي بقنا بنشوفهم غلان تمثيل هي دي الخبرة طب سريعا جدا لشان انا لازم للأسف اختم مسلسل علاقة مشروعة صادم جريء غريب نياسر جلال اصلا احنا يمكن انا هو كنا اختلفنا شوية قبل رمضان حتى قوله روحت ليه اجتماعي وحاجات كده يقولي والله لما تشوفيني هتعرفي ان انا ممكن اروح اجتماعي والغريبا هو لا انا مقنع جدا دم المسلسلات اللي انا كنت شايفة انه ممكن يبقى off season عشان فكرة انه هو اجتماعي صرف بس لما تعرضت في رمضان ولقيت الناس مهتمة فقالت why not دي فكرة حلوة ومحتاج مشاهدة كمان بعد رمضان انا كنت زيك على فكرة يعني كنت قلت بالمسلسلات اللي ممكن تتبعها بعد رمضان بس لا المسلسل زي ما قلت غريب وصادم وسريع واحداثه سريع جدا فما تحسيش بمالل بالعكس تحسي انت عارفيا على طول ايه اللي هيحصل بعد كده على اي حال حتى احنا منتكلم احنا مخلصتاش يعني المسلسلات كلها بالعكس احنا اتكلمنا يمكن على جزء بسيط جدا مسلسلات فعلا حلوة مسلسلات كتير جدا احنا ما تكلمناش عليها تستحق ان احنا كنا نتكلم عنها لكن للأسف لضيق الوقت ما الحقناش انا بشكري جزيل الشكر طبعا ان اقضى الفنية دعاء حلمي نورتين في برنامج التاسعة واكيد هيبقى لدينا لقاء اخر نتكلم على الحلقات اللي جاية من المسلسلات مسلسلات تانية نورتين مرسي جدا